حديث القاهرة هو حديث البرلمان هذه الأيام أو تحديدا حديث اللجنة التشريعية في البرلمان المصري مجلس النواب التي أقرت تعديلات على قانون مية لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للموظف الدولة هو ده يعني ده العنوان أو التوصيف لكن طبعا يمكن التلخيص بأنه القانون لتطهير مؤسسات الدولة من أعضاء الإخوان ومن يعني المنتمين لجماعة الإخوان من الموظفين الموجودين في أجهزة ومؤسسات الدولة والحقيقة يبدو أن الأمر في حاجة ماسة وملحة للنقاش الحر والموضوعي حول هذه النقطة تحديدا حول قانون مزمع من خلاله خصوصا معه يعني موافقة من لجنة تشريعية بأغلبية كبيرة على طرح القانون ووضع يعني التعديلات موضع التصويت في الجلسة العامة أو في النقاش في الجلسة العامة للبرلمان لدينا تخوفات حقيقية ومشروعة ويجب أن تكون حاضرة في أزهالنا جميعا لنناقشها ونصل بها إلى نتيجة التخوفات خلينا نكلم عن تخوفات ثلاثة تخوفات التخوف الأول أنه يكون هذه التعديلات وإقرارها هو زريعة أو حجة أو مبرر أو مداراة أو غطاء لأحداث وأخطاء وحوادث جرت تحديدا في وزارة النقل المصرية من خلال يعني حوادث في قطرات السك الحديد ملف السك الحديد هو الذي يبدو وكأنه الذي دفع هذا الموضوع للعودة مرة أخرى على مائدة النقاش والبحث والإقرار التشريعي في البرلمان المصري ليه؟ لأنه المواد دي والتعديلات دي كانت مطروحة في 1 نوفمبر أو نوفمبر عام 2020 في الفترة اللي كان فيها السيد دكتور علي عبدالعال رئيس لمجلس النواب وده برضو فرصة أن احنا نسأل أنفسنا ونسألكم معا يعني الدكتور علي عبدالعال الرئيس السابق لمجلس النواب متغيب عن حضور جميع جلسات البرلمان المصري منذ بدأ منذ جلسة التصويت تقريبا وينطبق عليه لائحيا إسقاط العضوية صحيح أنه هو عضو في قيمة وصحيح أن العضو الاحتياطي له غالبا في القيمة هو يعني نائب اللي هو النائب الاحتياطي يعني يموت له بصلة قرابة إلا برضو تساؤل يعني لأنه وإحنا بنأسس لقواعد قانونية ودستورية ونيابية صحيحة وسليمة وإحنا بنتكلم على احترام القانون والدستور بنتكلم على احترام اللوائح خصوصاً لو بنتكلم على رئيس مجلس النواب سابق ومستشار يتولى رئيسة مجلس النواب الحالي كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا فالحقه أحقه بأن يتبع يعني وإلا يكون في الأمر يعني خياراً هنا بين من يمكن أن يطبق عليه بنود اللائحة ومن لا يمكن أن يطبق غائب ومتغيب يبقى يسقط عضويته ده ممناسبة بس بن قصين رغبطنا في احترام القواعد الدستورية والقانونية واللائحية لمجلس النواب فنذكركم بها كما يعني ورد أو ذكرنا معاً اسم دكتور عالي عبد العالي فأرجع أقول أنه المواد دي اللي كانت مطروحة للتعديل كانت في 1 نوفمبر 2020 بطبيعة الحال مع انتهاء الدورة البرلمانية وانتهاء بقى الفصل التشريع وما إلى ذلك بيسقط هذا القانون في 12 يناير 2021 أو هذا المشروع يعني نتيجة وجود برلمان جديد بفصول تشريعية جديد اشتركوا في القناة